تستعد قرية كوجيلو الكينية التي يتحذر منها والد باراك أوباما لزيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة لكينيا في وقت لاحق من الشهر الحالي على رغم إعلان السفير الأمريكي أن القرية ليست من محطات الزيارة أوباما اسم تجاري في المناطق الغربية لكينيا في كينيا عموما وفي كوجيلو خصوصا إنه اسم رائج وقد أعلن سفير الولايات المتحدة في نيروبي أن أوباما الذي سيتوجه إلى كينيا بعد أسبوع لن يزور عائلته الكينية في قرية كوجيلو حيث دفن والده والتي كانت شهدت إنماء ملحوظا بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة عندما أصبح رئيسا باتت الطرق معبدة ووصلتنا المياه الصالحة للشرب باتت هذه المدرسة تضم صفوف حضانة ومكاتب ومتجر وقد سبق لأوباما أنزار مرتين بصفته الشخصية في العام 1987 و2006 كوجيلو مهد عائلته من جهة والده وحيث تعيش زوجة جده ماما سارا لكنه لم يزور مطلقا البلد الذي ولد فيه والده منذ وصوله إلى البيت الأبيض في العام 2009 وماما سارا أوباما أكدت أنها لم تصب بخيبة الأمل جراء الخبر معتبرة أن باراك أوباما هو قبل أي شيء آخر ضيف كينيا ترجمة نانسي قنقر